اجيات ادعوك بالقلب المعذن اريدي حسين يرجع لي يا رب اجيات ادعوك بالقلب المعذن اريدي حسين يرجع لي يا رب رفعت ايدي وطحت وعيونتي انحاك عليك بزيانة بتريد لي يا زيانة عليك بزيانة بتريد لي يا زيانة لا هم ريجع لي ترى لا انا ريحت مسافرا امن يجيب الحائرة اله يا لي تلي لا لي تلي طي وافاكم بذكر محمد وآل محمد ثاني على حب اهل البيت اللهم احينا محياهم وأمتنا ماتهم وحشرنا في زمرتهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلوم لا سيما سبطك الامام المظلوم ابي عبد الله الحسين والسبايا من اهل بيتك وبنيك صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا صاحب الشيب الخضيب وصاحب الخد التريب وصاحب الثغر المقروع بالقضي يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيم والعاديات من الفصطاط ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي هذا الشاعر ذوق عنده بالقرآن الكريم يمثل بين القرآن بين سور بعض القرآن الكريم بعض السور وبين حالات نساء الحسين عليه وعليهن السلام ذوق جدا يسجن بين القرآن المعنوية وبين آل النبي ومأساتهم وممر عليهم والعاديات من الفصطاط ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي والعاديات من الفصطاط ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي والذاريات ترابا فوق أرؤسها يا حزن لكل صريع في الثرى تربي بعد شعدك وين تنظر؟ قال راح أمشي إلى أم موسى وراح أمشي إلى هاجر راح أنظر بيناتهم وبين المرضعة يوم العاشر بن المحرم ومش مر عليها هذن اثنين كان اثنين مراضع هم أم موسى وهم أم موسى صلوات الله عليه أم النبي موسى كريم الله وهم هاجر مر عليهم المصاب ومر عليهم عطش لكن هذا العطش وين وهذا العطش وين وهي الأذيوين وهي الأذيوين أرجع لك أرجع لك والعاديات من الفستاط ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي والذاريات ترابا فوق أرؤسها يا حزن لكل صريع في الثرى تربي ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجل في التربي تشوط عنه وتأتيه مكابدة وعراها أعظم الكربي فقل لها جرى إسماعيل أحزنا متى تشوط عنه من حر الثرى تأبي ولا حكتها ولا أم الكليم أسن غداية في اسمعنا اسمعنا بقلبك جدا مهم جدا عظيم أهل أبياتها ولا حكتها ولا أم الكليم أسن غداية في اليم ألقته من الطلب شي تريد تقول قال عرض أقول هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذبي فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها وناء عنها ولم يجبي ولم ينبي لمن ما مروا بهن على جثث القتلى ابن الحاد وياهن وحدة من عدع صاحت يا جمال يا جمال يا جمال بلع ليك تاجي ابن علي حلوي المحاتجي يا جمال يا جمال ضلع ليك تاجي ابن علي حلوي المحاتجي خلين أريد أسبع ابواتي روحي إليك شوية روحي وادعي ورجعي وصلت عند الولد وصلت عند العزيز قلت له يم شاع اسمك يا يم وشلت بك الراس شاع اسمك يا يم وشلت بك الراس قد ما سولفت يا الولد بك الناس اشمح لاتك يا يم بالدرع والطاس من تمشي ويبوك وعمك العباس العباس يم صرت بيان الامور وبيان قطع الياءس وتدر الوالدة قلب الوالدة يا وين وقلب الوالدة تدرس كثر حساس صاحلها يلا رجع ليلة ورانا طريق بعيدها رجعت ليلة مش شوية جمال هذن العاديات من الفصطاد ضابحة هذن هاي حوالين شوية مش الجمال واذا صوت من ورد قل له يا جمال يا جمال يا جمال بل الله عليك واني يا جمال بل الله عليك واني يا نش المرد حاج جاسم ابني أنا رباه رباه لمدللة عبني ردت علي بيت ابني ايجت يم قال ليلة شوية رجعي وصلت يم قلت له قلت له ولميته ولميته لظل انعاك عدله ولميته انتم بعد اصحاب الشعر ها يم لظل انعاك عدله ولميته ولميته وجرح قلبه يا جاسم ولميته لا لا هذا نا البيتي اذك نا الجاي اذك يم جرح قلبه يا جاسم ولميته ولميته جهاز العرس يا ابني وين السادة وين الغيارة جهاز العرس يا ابني ولميته وحزمت حبايبك من كل ثني يم وحنيت وحنيت يا ابني ما ذكرتمك وحنيت وعفتني من الثقل حملي وحنيت وحنيت يا جاسم خضبت سيبي وحنيت بدمك يا سباب الغاضري مشى رجعت يلا رملة رجعي شوية مشى الضعن وين القلوب المكسورة وين العدهم حوائج وينكم وينكم سادتي هذه الأيام معادي يا مولانا شوية ضعن مشى وإذا صوت مرأة مخنوقة مكسورة متأذية صوت يختلف عن اللي مضى يختلف هذه الصوت جدا بحنان تقول له يا جمال يا جمال عرفتوه الأولاد وللعد حوائج يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال الأبن يرد رضعه ونردس مخده وودعه ها ها يا الرباب روحي روحي أنت إلت يجت يمه إذ قلت لي حطتها بحضنها إذ قلت لي قلت لي قالولي 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 على صدر حسيئة نايم يا بعد عمري أبيك كسره صدره تعالوا فعلى صدري قالولي قالولي على صدر حسيئة نايم يا بعد عمري أبيك كسره صدره تعالوا فعلى صدري صاح الله يلا رجعي مش الضعن وإذا صوت أخي يا أم الخدر هاي صاحت بيك صاحت يا حادي لضعن عباس مربي أنا ما لقلب أمسي وخلي أخوي الشفية واعتبع ليه وقل للحمل ياهو اليباري أخوي هذا هذا الخفت مني طحت بيك زينب إي نعم كل الضعن يا وشبلش احترام روحي وادعي روحي وادعي الكفيل وصلت عدش لون وادعت قلت له وعتب وعتب ونين الزاجن البيد ونين الزاجن البيد وعتب أبو فاضل ترضى وعتب 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 أريده صلب وفاضل وعتب وقل يا نفي اللحق عليه شني كأني جاوب اقرأ وياه اقرأ ثلاثنا نقرأ احنا والله شنها يقل لها يزين بلا تجيني ما ريد جد شوفين راسي وسامعيني ما ريد جد شوفين يسراي ويميني لا ينصدع قلبي يزين بيم والأحزان لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة لمن اتقه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نشرك بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين ظلموا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صلوا على محمد وآلي محمد في هذه الآيات الكريمات عرض لضعف الإيمان وللقلب الذي يعتوره هذا الضعف ولهذا الفقهاء يجون يدرسون الأحوال المستضعفين في الأرض الإنسان المستضعف الذي تصادر شريعته ودينه ويقول أنا بالنسبة لي ما أقدر أمارس ديني ما أقدر أمارس شريعتي ويذل ويقبع تحت هؤلاء ثم يبده هو بإعانتهم على نفسه يوم القيامة طبعا هذا محرم شرعا أن الإنسان إذا صدرت يصدر دينه ما عنده حفاظ ولا عنده ذمار على دينه هذا محرم شرعا اثنيا الله عز وجل باشر ما يعذره الله عز وجل رح يقول له أنت محكوم بالظلم أيضا لأن هذه الآيات تلفت النظر هذه الآيات تقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ظالم ما فرقت بأن المظلوم والظالم هذا المظلوم الذي هو أعانى على نفسه وترك دينه وترك عقيدته وما إلى ذلك هذا أيضا موقوف عند ربه وسير نزاع يوم القيامة بين الذين استكبروا وبين المستضعفين يقول له كل منكم أنتم أنتم ظليتون عن ديننا لو لا أنتم لكنا مؤمنين شي جي الجواب يقول له لا نحن داخلين بغلوبكم أنتم ضعفاء أنتم أعنتون على أنفسكم ضعفاء أنتم ضعيف النفس وقتل لي أنت تكون ضعيف النفس لوم نفسك مثل الشيطان يوم القيامة يتبرأ يتبرأ من المؤمنين يتبرأ من الناس شي يقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخية هكذا فإهنا مولانا أيضا الله عز وجل يقول هذا المؤمن الضعيف الما عنده حمية على دينه أكرمكم الله وما عنده مبادئ وقيم ومثل هذا لا يفكر باشر لضعفه أنا دخل جنة لو أن تصر له لا اثنين هم ظلم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ما يكو بعد وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا لاحظوا المعنى هيهات وما هم بخارجين من النار هنا مولاي إلى آية الكريمة السوء الظالمين نوع نوع مستضعف ونوع ظالم ولهذا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم نحن دخلين بقلوبكم أنت ما تتصل لصلاة اللي المثلة أنت ما تتقرأ قرآن ما فرضا أنت تتجر القرآن الكريم أنا أسأل غرض بك أنت في بيتك ما عندك الفكر الواسع لقراءة مبادئك وقيامك والمثل التي الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل من أجلها وهذه غاية الأهمية أن الإنسان ينتبه كون إلى دينه إلى عقدته إلى تراثه والعطاء الثر إلى حضارته فأنت ما تشوف بناء حضارات مر على جميع الأمم إلا كان هناك أقوياء شداء يبنون الحضارات يبنون الأوطان يعمرون الأرض أما الضعفاء ما يبنون حضارة الضعفاء ما يبنون دين ولهذا القرآن وقف منهم هذا الموقف الحازم نجي مولانا أروي لكم بعض القصص القرآنية التي فيها عبرة ذرار الأنبياء ذرار الأنبياء إسرائيل إسراء عبد إيل يعني الله عبد الله هؤلاء عندما جابهم النبي موسى صلوات الله وسلامه عفوا النبي يوسف صلوات الله وسلام عليه من كنعا وسكنهم مصر ومصر دانت لآتون يعني الإله الواحد لله عز وجل وأصبح الدين الرسمي لمصر لدولة مصر آنذاك هو الإسلام عفوا هو التوحيد دانت مصر كلها لآتون الواحد الواحد التوحيد الذي لا إله إلا هو الله ويوسف عليه السلام الله مكنه في الأرض وأظهر هذا المبدأ وهذه العقيدة عقيدة التوحيد زين جاب عمامه إخوانه وتكاثروا إلى أن توفي عليه السلام صلوات الله على نبينا وعليه توفي توفاه الله ذولي ظلوا يتكاثرون يهودا أولاوي وسمعون وما إلى ذلك تكاثروا فصاروا بنوا إسرائيل زين صاروا بني إسرائيل مرة ثانية رجعة الوثنية مرة ثانية وحكم فرعون جديد مرة ثانية من رجعة الوثنية توعدوا هؤلاء بدين التوحيد إذا يظهرون وعيشير إجرام فعد التوحيد جرما هذولهم ضعفاء مولانا ما عدهم عقيدة كما يقال في علم الاجتماع عملية التمثيل والهضم الاجتماعي قليل قليل جيل الأول انقرض الثاني انقرض الثالث لأن موسى من ذرية لاوي انتظرون كانوا أربع جيال أربعمائة سنة تقريبا ينتظرون المخلص المصلح مولانا جاءهم النبي موسى عليه السلام قال لهم لقى فرعون حاكم من ذرية لاوي قال لهم فرعون أنت ليش ما ترجع على دين التوحيد وأنا أشترط لك بقاءك على ملكك تظل على الملك لكن وحد الله عز وجل ولابد لك من الإقرار بالتوحيد الإلهي هو التوحيد سنو التوحيد توحيد يعني أخلاق توحيد يعني مثل توحيد يعني مبادئ توحيد يعني عدالة يعني إرساء العدل في المجتمع هذا التوحيد التوحيد يعني مو الله عز وجل عايز إلي أنا حتى أوحد توحيد يعني ينفي الغرور ينفي التكبر ينفي الظلم ينفي ولهذا العلماء الآن المستشرقين يجون درسون الإسلام يقول كل هذه المبادئ والقيم والأخلاق مبنية على أساس التوحيد كلها فهذا ما قبل قالهم شوفوا هذا يشترط لي بقاء ملكي يا بني إسرائيل أيها الملأ أنا خير أمن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين مضمون الآيات فلولا ألقي عليه أساور من ذهب وما إلى ذلك شنو الجواب يجي قالهم أفلا تبصرون ما في عقل أفلا تعقلون لا أفلا تبصرون قلوا لله عمي أنت أنت أحسن أنت وين لابس ذهب لابس هذه المجوهرات وعدك ماذا عرش وما إلى ذلك أنت أحسن من عنده يا هدولي أبناء عمه إجاهم قلوا عمي أنتم دم ولحم بطل التوحيد الأعظم أنتم دم ولحم إبراهيم خليل الرحمن مكسر الأصنام ألقاكم كل واحد عدكم صنم ببيته وتعبدون فرعون وعدكم أصنام معقولة إسرائيل الله أبناء عبد الله أنتم دم ولحم إبراهيم بطل التوحيد الذي أسس التوحيد وأسمى الناس كلها مسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ليه شي شي قلوا له لا تقل لنا هذا ربنا ولقاهم عقيدة عدهم يعني يعني مو مثلا يعني إجا ولقاهم الظاهرون للا لقاهم عقيدة الوثنية ويعبدون فرعون هم أصنام هم فرعون هم أصنام معاديين أبناء إبراهيم أبناء عقوب صلاة الله وسلامه عليه هسا قول صارت قضايا ومفاوضات بينه وبين فرعون فرعون ما قبل قال له ما أقرأ قال له أنا عمي رح أهددك نحن ناعد طبعا عدنا بعض البحث أنه الأمور أنه المعجزة الظاهرية الأنبياء ما يستخدمونها ترى أول ما العقل برهان النظم برهان الصديقين أنه لو كان فيهم آلهة إلا الله شنو وبما أنه ما كو فساد ما نرى من فطور هذا يسمونه قياس استثنائي في المنطق ما كو فطور ما كو فساد إذن الله أزوجه الواحد هذا العقل يعينك العقل على ذلك معاجز ظاهرية الأنبياء ما يستخدمون إلا من بعد آخر الدواء الكي كرامات لأن يعطل العقل العقل يتعطل أنا أكون أصل للتوحيد بنفسي يعني أشوف النظم أشوف السماوات والأرض الدنيا كلها قائمة نفسي أنا آيات الأنفس والآفاق سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هسا المعاجز الظاهرية تالي عود إذا آخر الدواء الكي لكن بعد موسى عليه السلام ما صار لمجال استخدم المعاجز الظاهرية الله عز وجل أخذ آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات وأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات دم يوميا يلقون البيت يفور دم زين ضفادع قمل قمل بعد شنو مولانا جراد يأكل بيوتهم يأكل مزارعهم يأكل عيونهم قل له يا موسى لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك شوف الضعف ولا نرسل لنا معك يا بني إسرائيل أنت منه أنت ترسل يقول لأنا راح أتيه بني إسرائيل وياك وراح خليهم شنوياك وراح خليهم يعبدون الله بس يكشف عنا الرجز يقول أنا أرسل بني إسرائيل تعشوف إيه قد ذل لأبناء التوحيد الأعظم كانوا لهذا كشف عنهم الرجز فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل أنهم بالغ وإذا هم ينكثون نكثوا زين موسى عليه السلام يقولون بعد جماعة بعد ماكو مجال يجي قاعدهم أنت معامي أولاد عمي ولكنت يهوبوك أنت مو أبوك لاوي أنت مو أبوك شمعو أنت أبناء أمن جدكم يهو جدكم عبد الله بتعبدون فرعون قلبك يصب عليه يقول أيها العبادة الحق فرعون هو ربي لو ماهو رب ما عد أموال لو ماهو رب ما مثلا نشوف الله سبحانه وتعالى أطها جنات تجري من تحتها لأنهار أنا رحل فتنظرك إلى شيء واقعا هاي الآية أنا ما يكن بشعليها ليلة ونهار شنو هاي الآية ولولا يكون الناس أمة واحدة شوف الضعف شوف ضعف الإيمان لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة عجيب وبعدين يقول ومعارجة وعليها يظهرون ومتكاء ومعادة كلها يقول لكن الناس شنو تقادم من أبصارها مو من عقولها كل من يكفر بي أنا بالدنيا أسوي له زخارف ومعارج ومن ذهب ابني لبيوت يتحملونه جماعة هاي وأنا شوف بعض الناس يقول أما أنا صار لي ليل ونهار وأنا صائم مصلي شنوها البلاء شنوها الفقر شنوها عندما ما يصير فقه بالقرآن هنا يصير المسائل ترى شوف القرآن شي يقول ودعتك لو واحد يخلي حياته مع القرآن يصير عنده بصيرة يعرف شنو يتعامل مع الأمور بحياته لأن الإمام الصادق يقول لو كان القرآن الآية نزلت على قوم ومات القوم لماتت الآية بموتهم لكن القرآن يسير مع الزمان مع ركب الحضارة يتقدم القرآن الكريم محمد وآل محمد مع القرآن قل قنعهم قنعهم أنهم يطلعون إياهم بس أنا أريدك تخلي بالك إشقد جماعة مشتغلين عليهم هؤلاء كشوا يشوفونها بعيونهم ما يصدقون سحر وأن هذا موضوع السحر ترى أريد أن عليهم طرقة شنو عليهم من مبني هذا السحر بزمان عثر وعثر وحطه على وجه انسحر لهذا الزلم بيط ومجال واحد شوية عنده شكال وزوجته مربوط هذا الزلم أو ماذا أو سحر هسا واحد شوية رجلة رجلة توجع مسوالة بيحنا ما عندنا هكذا تعشوف الفقه الإسلامي تعشوف الدين تعشوف الحوزة القرآن يحسب خيال خيال هذا ودعتك قنوات فضائية يطلع واحد ما يعرف يقرأ حاجة ما يعرف يحجي يقرأ قرآن ما يعرف يقرأ الحمد بسم الله ما يعرف يقولها تعرفون أنتم ما يعرف وإذا به عملية الأبراج هذا برج الدلو هذا برج الفلان وهذا ما أدري شنو وهذا يصير عليها هكذا وهذا هكذا ومسألة يعني في غاية لا نتعجب من بني إسرائيل زين أرجع للموضوع قنعهم وصلهم إلى من إلى النهر خلنعبر فرعون سمع يجي وهو وجي يشه قالهم خلنعبر قالوا لا ترى إنا لمدركون يريد يشوفهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إش قال قال كلا إن معي يا ربي موسوف يهدين لا سيهدين الله عز وجل أوحاله أن نضرب بعصاك البحر فان فلق فكان كل فرق كالطود العظيم يدخلوا قالوا هذا سحر ما ندخل نغرق وهي يدخلوا الجماعة لحقونا قالوا هذا سحر شوفوا الرابين هما كان بياج جو جو السحر جو فرعون وخل أقول لك هذا السحر أدلج هذا السحر السوا فرعون ليس حقيقة يضحك عن الناس لأن السحر عندما سجدوا وصارت مناظرات بياناتهم جيد فقط خلي شوي أمر بالسحر أنا لا أدري أسأل وقت خاف يأخذني خلي أمر لك شوي الفقهاء علمائنا يقولون هيتدرون هذول السحر ما لأصحاب اللي ناظروا موسى عليه السلام السوّوا السحر هذول مولانا حطوا داخل العصي خلي سمعون الإخوان والأخوات هم خلوا داخل العصي شنه زيوبك آزين وخلوا هذا أدم الأدم يعني جلود الحيوانات ورسموا عليها حياة ثعابين وخلوا ترسوها شنه خدع بصرية خدع مولانا خلوا داخلها زيوبك قلهم موسى عليه السلام بويا خل الناظر قلوا لا نحن بالليل ما الناظر نحن الناظر الصبح الشمس أحسنت زيين حتى الشمس يطق من يطق الزيوبك وشعلوا بيوت نار من بعيد هذا جلد والزيوبك هذا إذا شوية يحس بالنار يتحرك فشافوا العصي تتحرك وهي جلود المرسوم عليها ثعابين الناس من بعيد شافوا ما خلهم يقربون تتحرك خيخيل إليهم للناس وخيله خيال شوف عين خيال من سحرهم أنها تسعى خيال المسألة مو حقيقية ولهذا فرعون ولهذا فرعون عندما اعترض عليهم قل له لا أنت أنت تجبر نحن نغش الناس بالسحر وما أكرهتنا عليه من السحر أنت أكرهتنا قلت هاي لعبوها أنتم هاي اللعبة لاحظ المعنى فلهذا عندما وصلهم إلى البحر وشاروا رابين بهذا الجو جو والاجتماع والتمثيل والهضم الاجتماعي وصلهم للبحر ما أردوا يعبرون ويجزل ما يدرككم وصلكم قال الأولاء ما نعبر السحر هذا ما نعبر خاف يعبر من عندنا نص وذاك الثاني يغرق أنت شقق إن البحر اثنعش شق احنا اثنعش بيت شقق إن البحر اثنعش وكون الماء مشبت ما ندخل الماء إلا الماء يمشبت خاف يعني نغرق قال ما يخالف شقق البحر اثنعش الرواية تقول يلا مش عبره من عبره وفرعون الله سبحانه وتعالى أغرقه حتى إذا أدركه الغرق إذ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لا بعد القضية ما تصير الآن وقد عصيت قبل ما تصير من عبره الجماعة هس الله نجاكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تشوفون بعيونكم وأنتم تنظرون بس عبره على البحر شافوا جمعك لم منهم أصنام يعبدون قالوا الله هاي العبادة كون هسك كل واحد الصنم حلو ونعبد وخلي بالك ذول منه دم ولحم إبراهيم الخليل شوف المصيبة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله موسى بعد هنا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم إلى آخره قالوا كل واحد سنيهم تعبيرنا إن عبده أحسن قالهم لا هذه القضية ما صارت بعد ما تريدون مشاهم شو كوين رابين بياجه قالوا موسى أنت معدك رب وتقول ربنا قال معدي هذا رب أجدادكم آباؤنا هذا الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو الذي أنزل الصحف على أو أنزل الصحف على أبيكم إبراهيم ونوح وشيث وآدم والأنبياء ليش أنت ما كذا قالوا لذا عندك يشرب قوي نحن بنسبنا الدنيا علينا حارة فخلينا من نطلع برا كون كل واحد عليه مكيف ينفخ وتفصالهم نفصل الزغير عليه غير ما صغيرون وبيها ما دنيا حار وكذلك تشبير علي المرأة نطلع وخلى قللك نسوان نسوان ما ريت نطبخ اريت نبراحة احنا ما بينا نطبخ اريد أكل يجينا من جن نمسلف مولان زين اذا اكو جنة واكو تعتقد شوفوا وين يوصلون شوفوا المعجزة الظاهرية ترمات ح المشاكل هنا العقل ح المشاكل وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم المنة والسلوى هس المن البعض يقولون مثل هالحلاوة هاي البيضة كان ينزل على الشجر وياخذونه يتقوم به السلوى الدجاج الطير المشوي كما يقال طير طيور مشوية بعضهم يقول المن خبز الرقاق حار يجيهم زين يومية الصباح يجيهم الخبز هات السمختلفين بسنوا يعني أكل لذيذ البعض يقول حلوة البعض يقول خبز ودجاج وأنزلنا عليكم المنة والسلوى اكلوا يومية الصباح يقعد صابك تمغط يلقى جدام الريوك زين غدا عشا من يطلع برها شنو فوق مكيف بعد شنو زين آمن بوية قل لطينا مجال هسا بعدنا خنفكر وين وصلتوا قالوا ملينا من هالأكل هذا دجاج وحلاوة ومشيني وأكل إحنا الريد الريد خضروات الريد عدس الريد بصل الريد الريد مو وهم ما ننتظر نزرع لا ما نزرع إحنا إحنا كون نطق الأرض هاي شي يطلع خيار يطلع ثوم يطلع بصل يطلع عدس السماء تنتظر يعني يؤمنون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك عفوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا مربنا شوفوا الأدب شوفوا البعد عن الله فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض إحنا ما نزرع هو يخرج مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدس شوفوا نشرطون الزلم حساب قاعد بمطعم زين فومها وعدسها وبصلها شنو الجواب جاهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي الذي هو أدنى شنو هذه الأمور الزائلة الذي هو خير المعنوية التوحيد العبادة لكن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم زين الله عز وجل قال موسى عليه السلام قال له خلي دخلون هذه القرية بس يقولون كلمة حطة إذا قالوا حطة نغفر لهم ذنوبهم اللي مرت ويقولوا حطة قالوا عليهم من قالين هو يغفر لنا ذنوبنا أنتم قولوا حطة من بعد هذا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية زين وقولوا حطة نغفر لكم في بعض الآيات خطيئاتكم وفي آية أخرى البقرة خطيئاتكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بس قولوا حطة قالوا ما نقول عجيب شنو من عناد هذا أنتم صالفتكم شني قلوا لي قالوا وإحنا ترى قلوبنا ما أردنا نقول لك نستحي شتري نريد نشوف الله عز وجل الله أكبر شوف إذا نفتح باب المعجزة الظاهرية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله الله أكبر تعالى الله جهرة جهرة شوف شوف المسألة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله شوف الاستضعاف شوف الأبناء من وين كانوا هذا هو الاستضعاف حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله أكبر إنه بتخذوا العجل من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين مرت القضايا أخير امتحان أخير امتحان شنو يوم السبت لا صيدون وبعد نشوفكم يوم السبت لا صيدون امتحان بالله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا ي كل قطاطين مولانا وهامور ما بتقريبا المثال أجيب لك أكبار يوم السبت جمعهم صواييد يحبون ويشوفون هل قطاطين وهل شسم هذا السمت الأكبار هامور زين جدام عيون هم يشوفون وما يصيدون قالوا وإحنا ما نصيد بس نفتح فتحات يوم السبت زين يدخلوين يدخل بي الفتحات نسد البحار يمتى ناخذ السمت يوم لا حتى ما صعدين نحن هو السبت وطرأ ما كثير الناس يشوفون ويا الله عز وجل في هذا زمان حيلة شرعية واذا شنو هاي السؤال صلوا على محمد وعلي محمد واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يعدون يعني يعتدون إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون زين صادوا يوم الأحد هنا الله عز وجل قال خلاص فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الله مسخهم جعل منهم القردة جعل منهم الخنازير جعل منهم عبد الطاغوت لاحظ هنا وهؤلاء كانوا ذرار الأنبياء مولانا ذرار الأنبياء دم ولحم إبراهيم الخليل لكن في نهج البلاغ شي يقول إن أولى الناس بإبراهيم الكريمة تقول للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته وإن عدو محمد من عص الله وإن قربت قرابته هذا المعنى فلهذا إحنا بزماننا شلون الاستضعاف إحنا مولانا وسائل كثيرة بالاستضعاف نت مولانا ما إلى ذلك محطات فضائية شلون نحصل أنفسنا كيف نحصل عن هذا الاستضعاف لا يمر علينا كما أمر على هؤلاء سوى هم سطحين بني إسرائيل خير سدل لهذا الأمر وخير محفز للدين هو محمد وآل محمد الله صلى الله وآل 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 لهذا يتجلى وتجلى عظمة الحسين عليه السلام والله أخرج الناس من الظلمات إلى النور أبو علي أخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولما ما يجي موكب السبايا هذا الموكب مولانا زينب زينب وما أدراك ما زينب يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الأم صبر قد جمع لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لنصدع زينب زينب تعال ابن أبي طالب أنا وينوين الدواوين أنا مخدرة عباس وحسين شبيدي قدر بي يلبي إجيت زينب عليها السلام وإلى المدينة ورادت تدخل المدينة عليها السلام أهيو الإمام زين العابدين ويلتفت الإمام زين العابدين إل من يلتفت يلتفت إلى بن حذلم قال له روح رحم الله أباك كان شاعرا روح إنعى الحسين وروح خل تلتم الناس أهل المدينة هذا المنقذ الذي سقى شجرة الإسلام بدمه الزكي المبارك وإذا بهذا ابن حذلم يا أهل ياثر بلاء مقام لكم بها هذا الولاء هنيئا هنيئا لكم مولانا وهنيئا لهذه الحسينية وهنيئا للإسلام بكم وهنيئا لتشيع بكم يا أهل ياثر بلاء مقام لكم بها صاير قالهم الخبر عند رسول الله وصل عند قبر النبي قال قتل الحسين وفاد شلون قتل قتل عادي قال الرسوم الجسم مين بكر بلا يمض الرجل والرسوم مين هو على القناة يدار أولا صوت منها الجمع الكبار طدعت مرة تمش وتعذر وين أصحاب الحوائج وين أصحاب الحوائج وين أصحاب المعنوية صاحت يناعش الخبار صوتك لعند الصخر فزر أثار المرة أثار المرة معباس الأزهار يقول سألت هاي المرة مني انقلت ليا بشر ابن حذلم شد قول انت أخبرني عن الحسين بشر ابن حذلم يقول قلت هاي المرة خاف تعبان مذهولة أنا أقول قتل الحسين وهي تقل لي أخبرني عن الحسين واحد إلاجا بقل لا تلوم هاي أم والبني يقول قلت أنا خاف أخبرها بأولادها الأربعة دفعة خاف تموت هاي المرة قلت لها عظم الله أجر شف جعف روع وعون تقل للكل فد الحسين يرحون قل قلت لها عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل لي الفخر ريحانة المختار قلت بعده قوية هاي بعده شلون أقدر أكسرها قلت للكت للكت العباس اش تقولي التود وتقول قل بقرة العين بشودك على رأس على رأس وصح يحسين يحسين صاحت يا ذي الصار مولانا رجعت مولول رجعت باكي حتى وصلت إلى باب زينب إلى بيت الحسين زينب شمخل يا مولانا على دارها زينب شمخل يا مولانا على الباب ها ها خلي علوية ما أريد معزية أبدان على الإطلاق إحنا خلونا إحنا نلطن بياناتنا ونقيم العزاء على الحسين أي معزية ما أريد دقت الباب من الطارق قالت معزية قالت ممنوع رجعي ما أريد معزية ما نستقبل قالت لها لا لا روح قل الزينب أن أم على الباب اجت مولانا اجت هذه العلوية إلى زينب قالت يا زينب أي مرة تقول أمها على الباب صعد يا الفواطم فكن الباب صعد يا الفواطم فكن الباب جت شريت شتنا بالمصاب ها يمو البنين ونسل الأطياب راح ول أربع راح ول أشب ول أربع حساب فتحة الباب أم البنين عندما وقع بصرها على زينب ما صاحت وعباسة صاحت أيوة حسينة أجابت أم البنين صاحت أيوة عباسة ش تقلها أم البنين تقلها لا زينب تالي 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 تعزية أنا عندي سؤال تقلها أنجدج أنجدج على راح المحن سوى الخوات من النخن أدري غيور وبيض ودري ضرب السيف أم البنين راح تشيشي عظيب يا زينب إذا أنتم راضين عننا لروح الكرب لوعات بل أو حليب حليب لرضعت لحرم هنا بعزينب قالت لا كش ولا أبو الفضل العباس كفوا نعميا من إخوة الطيبين أنت تقرأ وأنا أقرأ مولانا اثني أننا نقرأ يم البنين الأربع محد فنق يم البنين أم يم والبنين الأربع راح وضحايا يظلوا ثلث أيام على الغبر عراي يظلوا ثلث أيام على الغبر عراي أورتش نظرت على الناير صاحب الراي مفضوخ رسم قط عاي شار وليم يم البنين الأربع محد فنق أم يم البنين اقرأ اقرأ وعن اثنين نقرأ مولانا تعزي لك ولها يم البنين الأربع محد دفن هم اه اه الترب صاعد دمهم شفنهم والترب دمهم غسلهم والترب صاعد شفن شفن من حفر قبر وشال جسمه وشيع احسين يلنارك تذوبك لدليل يا عزيز النبي الهادي ويمل الزهر سليل يا عزيز الحسن يا روح الوصل ما لك مثيل يا شهيد البقد جثت على التراب موزع اقرأ وانا اقرأ اثني اننا اقرأ مولانا ها شا تقل له تقل له تقل له تقل له يا ابني يوم العاشر بوادي الطفوف من بقية وحيد يبني وحدك وانت طفوف شلون حالك يا الولد قل لي من وقع سلوة البيت شلون وبي حيال من الخيم للحوم اعتنيت هو تروح وياك يبني على الجساد لما انهويت اتجلب صواب لي بجسمه ونوب تنشف مدمعه هذا واسألك الدعاء شا تقل له تقل له يا اخويا سهم المرد عينك طفو من عين الضواب والعمود الفضخ راسك خويا هد من القواب من يشيل الواق اللي لا يشيل الواق ايو من يرد وحسد خيام بالخيام مروعا يا الله يا الله الهي بحق محمد وآلي محمد بحق أم البنين بحق باب الحوائج يا الله لا تفرق هذا الجمع إلا بعيب مستور وذنب مغفور حوائج مقضية للدنيا والآخرة اللهم من كان في هذا المجلس طالب حاجة وعند مريض شاف مريضة واقضي حاجة يا الله الأخوة المؤسسون لهذا المجلس اجعلوا في ميزان أعمالهم وإلى أمواتكم أموات من أسس المجلس من حضره من أعده رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات اجيات أدعوك بالقلب المعذّد أريدي حسين يرجع لي يا رب اجيات أدعوك بالقلب المعذّد أريدي حسين يرجع لي يا رب رفعتي أيدي وطحت وعيونتي إنحا عليك بزيانة بتريد لي زيانة ترجمة نانسي قنقر